مشاهدين أينما كنتم أهلا ومرحبا بكم في جولة الصحافة لهذا اليوم والتي نصحبكم فيها بالنقاش والتحليل مع باقة من الأخبار التي تداولتها الصحافة الأجنبية والعربية وكذلك الصحافة العبرية وسنختم أو سنكون في آخر محطات هذه الجولة ضمن عنوين سريعة في الصحافة الإلكترونية ودعوني أبدأ وإياكم بعرض العناوين بشكل سريع التي سنناقشها في هذه الحلقة وأبدأ من الصحافة الأجنبية وتحديدا من صحيفة الغارديان التي عنونت بايدن يدين ترامب باعتباره أحد أكثر الرؤساء المسؤولين سوءا في التاريخ الأمريكي أو غير المسؤولين على حد وصفه أما فيما يتعلق بصحيفة الانديبندنت فكتبت تعليق محادثات الخروج من الاتحاد بعد إصابة المفاوض الأوروبي بفيروس كورونا فيما موقع ميدل إيست مونيتور فعنون لهذا اليوم أربعمائة طفل فلسطيني يحتجزهم الاحتلال منذ بداية 2020 وآخر ما لدينا في الصحافة الأجنبية هو من موقع ميدل إيست آي الموقع عنوى لهذا اليوم الخارجية البريطانية تطالب مصر بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان أما في صحفنا العربية فاخترنا لكم بداية من صحيفة الأيام الفلسطينية التي نقلت عن الرئيس محمود عباس قوله إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية عبر الانتخابات خيار استراتيجي لا رجعة عنه فيما صحيفة الشرق الأوسط فتناولت الشأن الليبي وآخر التطورات المتعلقة به وعنونت تفاؤل أممي بفرصة سلام نادرة في ليبيا أما صحيفة الجريدة الكويتية فكتبت دعوات لبايدن للتحاور مع الخليج حول إيران آخر ما لدينا في الصحافة المكتوبة هو مما كتبته إسرائيل اليوم التي عنونت أربعة دوافع لهجوم الاحتلال على سوريا إحداها تتعلق ببايدن وكما ذكرت قبل قليل فإنما سنختم به هذه الجولة سيكون استعراض لأبرز العنوين التي جاءت في المواقع الإلكترونية أو بعض المواقع الإلكترونية كالجزيرة نت والخليج الجديد وأيضا عربي واحد وعشرين ومن ثم سنختم بقراءة أبرز العنوين في موقع بي بي سي عربي دعوني الآن أتحول للنقاش والتحليل وتحديدا أبدأ بالصحافة البريطانية من خلال استضافة ضيفنا من لندن الصحفي محمد فتوح أهلا فيك أستاذ محمد بداية والغارديان كتبت بايدن يدين ترامب باعتباره أحد أكثر الرؤساء غير المسؤولين في التاريخ الأمريكي ما الذي يثير قلق بايدن بحسب تقرير الغارديان نعم يعني بايدن بدأ بتصعيد الهجوم ضد ترامب الذي يحاول وقف إعلان النتائج النهائية وإعلان فوز بايدن بالرئاسة يقول بايدن أن ما يقوله حقيقة هو أن هذا سيثير الانقسام وسيفقد الثقة بالديمقراطية الأمريكية كما قال وليس تأخر النتائج بحد ذاته وبالتالي فإن هناك خشية من أن استمرار المعارك الانتخابية ستثير الانقسام والتشكيك في الانتخابات وعرق الفريق بايدن نفسه لأنه إلى الآن لم يعلم فوزه رسميا بقبل اللجنة الوطنية للانتخابات وبالتالي فإنه لا يتلقى أي إفادات سرية أو استخباراتية من إدارة ترامب وبالتالي يشكو بايدن من أنه ما زال يفتقد للأدوات اللازمة لبدء التخطيط للمرحلة المقبلة يتزامن هذا طبعا مع خسارة ترامب ثلاثة دعاوة قضائية في ثلاثة ولايات لإبطال النتائج وبالتالي هناك على ما يبدو رغم القرار أو معرفة ترامب المسمقة بأن خسارته واقعة لكنه يحاول على ما يبدو عرقلة الانتقال لإدارة تفايدن ويحاول استنفاذ كل الوسائل لتأخيض إعلان النتائج لأنه لا يريد أن يقض بخسارته بسهولة طيب أستاذ محمد فيما يتعلق بهذا القلق أو هذا الغضب من جو بايدن هل هناك عملية تطور حصلت فيما يتعلق بالخطاب الذي يتبنه جو بايدن تجاه ما يفعله دونالد ترامب هل هناك تخلي عن الخطاب إنجازة وصفه بالهادئ من قبل جو بايدن الآن وانتقلنا إلى مرحلة جديدة من الخطاب ضد دونالد ترامب نعم العلمة يبدو أن بايدن بدأ ينفذ صبره وبالبداية كان يقول نحن سننتظر النتائج وكان حتى يتحاشى إعلان فوزه ولكنه في مرحلة لاحقة بدأ وكأنه يعتمد على النتائج الأولية التي أصدرتها الولايات قبل المصادقة عليها بشكل نهائي لإعلان فوزه كرئيس منتخب وبالتالي هو يصعي القطابة وأيضا ضد ترامب الذي كما قلنا يحاول عرقلة على النتائج النهائية وبالتالي بايدن الذي كان يحاول أن يكون صبورا وكان يقول بالنسبة لنعطي الوقت لإظهار النتائج النهائية ولا نريد أن نضغط على الولايات لإعلان النتائج الآن يبدو أنه بدأ بالاستياء من ترامب لأنه يحاول استخدام كل وسائل لمنع على النتائج النهائية وهي ربما حالة غير مسبوقة حصلت في عام 2000 حالة النزاع بين أبوشد إبن والغور ولكن لم يحصل أن تم النزاع على عدد كبير من الولايات ومحاولة إيقاف النتائج في عدد من الولايات في اتخابات واحدة وبالتالي هناك خشع من بايدن أنه سيحدث هناك ثوابق تاريخية ستستخدم في المستقبل لإضعاف الاتخابات وبالتالي استمرار التشكيك بنتائج الانتخابات حتى مع ظهور مثل هذه النتائج طيب دعني أتحول الآن إلى صحيفة أخرى وهي صحيفة انديمينتنت الصحيفة عنونت لهذا اليوم وكتبت تعليق محادثات الخروج من الاتحاد بعد إصابة المفاوض الأوروبي بكورونا هل يعني مزيدا من التأخير فيما يتعلق بالمفاوضات نعم يعني ما أعلان تأجيل الانتخابات لسبب إصابة ميشيل بارنيا كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مفاوضات البريكزيت تأجلت اللقاءات بين الرؤساء الوهود أو بين الممثل البريطاني ديفيد فروست وبرنيا ومساعديهما ولكن ستكون هناك بعض المواحثات التقنية على مستوى أدنى بالتأكيد هذا سيؤجل أو سيؤخر المفاوضات المتأخرة أصلا البريطانيون كانوا حدروا أصلا نهاية الشهر الماضي كموعد نهائي ولكن الأوروبيين رفضوا هذا الموعد وفي كل يوم يمضي تقترب فرص الخروج أو الانسحاب بدون اتفاق نهائي أو اتفاق تجاري الآن قوضاتي على اتفاق تجاري لما بعد مرحلة بريكزيت هناك بعض النقاط التي ما زالت علاقة بعضها يتعلق بإيرلندا الشمالية وعلاقتها بجمهورة إيرلندا أو الحدود بينهما مسألة الصيد أو الصيد الأوروبيين في المياه البريطانية إضافة إلى التزام بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي وقوانيني وبالتالي هناك كانت تشكيك مستمر بإمكانية الوصول لاتفاق بحلول نهاية هذا العام بالرغم من أن الطرفين يتحدثان عن سعيهم للوصول للاتفاق لكن البريطانيين على ما يبدو كانوا يقولون أنهم ليسوا مستعجي أو ليسوا مرتبطين كثيرا باتفاق كهذا إنما هم يقولون ربما يسعون الاتفاق تجارة حرة على غرار اتفاق أستراليا ويعتمد على قواعد المنظمة التجارة العالمية ليسوا اتفاقا خاصا لكن على ما يبدو أيضا في نفس الوقت لم تم استنفاذ الفرص وهناك محاولات مستمرة من الطرفين للوصول للاتفاق بالحد الأدنى ولكن إلى الآن لم يوجد أي طرف تخلي عن شروطه بشأن المرحلة المقبلة التأخير في المفاوضات ما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي هل ينعكس سلبا مثلا على فرص بريطانيا التجارية والاقتصادية التي تحاول الوصول إليها مع الاتحاد الأوروبي في خضم الخروج منه يعني كما ذكرنا بريطانيا تقول أنها إذا لم يتم توصل الاتفاق خاص مع الاتحاد الأوروبي فإنها ستم اللجوء إلى قواعد مظمة التجارة العالمية وهي قواعد التجارة الحرة وهو أيضا المعتمد بين التحاد الأوروبي والاستراليا بخلاف المثال بين التحاد الأوروبي وكندا بين التحاد الأوروبي وكندا هناك اتفاق خاص اتفاق تجارة حرة ولكن بين استراليا وأوروبا هناك قواعد التجارة الحرة العالمية ولكن في نفس الوقت هناك حديث دائم بأن بريطانيا لها وضع خاص باعتبار جزء من القارة الأوروبية وقاربة من الحلود الأوروبية وبالتالي أقارب من حدود الاتحاد الأوروبي وبالتالي يفرض أن هناك قواعد عامة تحكم الاتفاق وهناك رفض لتطبيق قواعد تطبيق مع دول أخرى بسبب حجم التجارة الكبير وترابط وتشابق العلاقات والقضايا الخلافية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وبالتالي حتى لو تم اللجوء على سبيل المثال لقواعد التجارة العالمية فإنه سيكون هناك بعض القضايا الخلافية ما زالت مستمرة مثل حدود شمال إيرلندا وتصور بريطانيا أو كان هناك قانون بريطانيا في الوقت يلغي أو يخرج عما كان متفقاً عليه مع الاتحاد الأوروبي سيكون هناك حدود مفتوحة مع شمال إيرلندا وهذا من شأنه ونفس الوقت أيضاً سيضع حدوداً بين شمال إيرلندا وجومة إيرلندا وهذا من شأنه أن يهدد الاتفاق السلام في شمال إيرلندا وهو ما لفت إليه أيضاً رئيس المنتخب الأمريكي المنتخب بايدن في حديثه مع جونسون الذي شدد على ضرورة الحفاظ على اتفاق الجمعة العظيمة بشأن إيرلندا الشمالية وبالتالي هناك تعقيدات تتجاوز المسألة التجارة نترك إنديبندنت ونتحول إلى موقع ميدل إيست مونيتور الموقع تناول الشأن الإسرائيلي أو الفلسطيني كذلك حيث كتب 400 طفل فلسطيني يحتجزهم الاحتلال منذ بداية 2020 وبالتالي ما هو حجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين؟ نعم هناك تقرير في الواقع لجمعية الأسرى الفلسطينيين تقول بأن حوالي 400 طفل فلسطيني تم انتقالهم منذ بداية هذا العام 170 منهم ما زالوا قائد الاحتجاز حتى الآن يتحدث التقرير عن محاكمات أمام محاكمة أسكرية وهي تقول أن ربما الدولة الوحيدة تحاكم أطفال أمام محاكمة أسكرية تحدث عن التعذيب وإزاءة المعاملة ويشير التقرير أيضا إلى قضية اعتقال الأطفال بشكل أحيانا كما تتذرع سلطات السرائيلية بأنه بسبب البحث عن المطلوبين وبالتالي هناك مطالبة للنظامات الدولية والمجتمع الدولي بأن يتدخل لمنع مثل هذه الممارسات وهذا التقرير يأتي في يوم الطفل العالمي وبالتالي هو يشير إلى ما يعاني الأطفال الفلسطينيون في هذا السياق آخر ما لدينا من عنوين هو من موقع ميدل إيست آي الموقع كتب الخارجية البريطانية تطالب مصر بالإفراج عن نشطاء حقوق الإنسان أولا من هم هؤلاء النشطاء تحديدا ولماذا يتم اعتقالهم أيضا؟ نعم في الواقع هم ثلاثة نشطاء هم مسؤولون مبادرة المصرية لحقوق الإنسان هؤلاء المسؤولين الثلاثة اعتقلوا على أيام خلال الأسبوع الماضي بالسبب لقائهم بمندوبين أو مثلين أو دولماسيين بالأحرى من أوروبا دولماسيين أوروبيين في مصر تم التقاء بهم في مقر الجمعية في القاهرة وبعد لقائهم بعدة أيام اللقاء تم في الثالث من نوفمبر أو في الثاني وبعد لقائهم بعدة أيام بدأت حملة ملاحقة لهؤلاء النشطاء وبدأت واعتقل ثلاثة المسؤولين الثلاثة اعتقلوا على دفعات وأحدهم كان خلال قضايا إجازة في منطقة دهب وبالتالي هذا أثار قلق الاتحاد الأوروبية والأوروبا بشكل عام لأن اللقاء تم على خلفية حوار بين المنظمة ومسؤولين أو دولماسيين أوروبيين وبالتالي لأول مرة ربما تصدر مثل الثلاثة العالمية خصوصا من فرنسا التي دائبت على القول منها التي تتخذ في الشأن المصري واتهمت مرارا بالسكوت على انتهاكات حقوق الإنسان في مصر حفاظا على العلاقات العسكرية والاقتصادية وعلاقات ربما في مجهة تركية ما الذي يدفع أستاذ محمد بعض الدول الأوروبية وخاصة دولك فرنسا لديها مصالح مع مصر للتعليق على هكذا موضوح حساس نعم هو جانبين الجانب الأول هو أن الاعتقالات تمت على خلفية لقاءات مع مسؤولين أو دولماسيين أوروبيين بينهم فرنسيون وهذا بالتالي سيكون محل إحراج لفرنسا لأنها لا يعني افترض أنها تحمي الذين تلتقي معهم وفي نفس الوقت هناك اتقادات كثيرة طالت السلطات الفرنسية تحديدا بأنها تتغاضى عن حقوق انتهاكات حقوق الإنسان وهذه السلطات الفرنسية توحي بأن هؤلاء بالعكس كانت ربما تدعم في بعض الأحيان اعتقال بعض المعارضين وهي في حجة أنهم إسلاميين أو بما إلى ذلك اليوم هناك نشطة حقوقيون مدنيون وليس لهم علاقة بالعمل السياسي وبالتالي هذا سيكون محرجا من نسبة لأوروبا جميعا لأن تقريبا جميع الدول الأوروبية تفضل علاقات الاقتصادية والعسكرية وتقيم صفقات كبيرة مع مصر على حساب حقوق الإنسان وكان هناك تصريحات للسيسي كما لاحظنا سابقا بحضور مكرون أو ميركل أو بحضور مسؤولي زعماء أوروبيين عندها في الواقع بأن حقوق الإنسان في مصر لقيها غير حقوق الإنسان في أوروبا وطالبا للصحفيين الأوروبيين بعدم المساواة أو الربط بين هذا وتلك وبالتالي هناك دائما حالة تنكر ربما لمسألة وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر وهناك دائما تبغيرات مختلفة ليادي الانتهاكات وسنرى مدى استجابة أيضا السلطات المصرية لهذا الطلب من بعض الدول الأوروبية شكرا جزيلا لك الصحفي محمد فتوح كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب ودعونا مشاهدين الآن نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار الدولية ثم نعود في أخبارنا الدولية لهذا اليوم نقرأ هزيمة ترامب تضرب الشعبوية لكنها لا تسقطها تفاصيل جديدة عن عملية تطهير بفندق ريدز بالرياض كيف تضغط السعودية على باكستان للاعتراف بإسرائيل نشرت صحيفة البايس الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الحكومات والأحزاب اليمينية الصاعدة في كل من أوروبا وأمريكا اللاتينية التي لا تدل تتمتع بدرجة كبيرة من الشعبوية رغم خسارة ترامب في الانتخابات الذي يعتبر مرجعهم الأول وقالت الصحيفة إن خروج ترامب ترك الحركات الشعبوية دون زعيم على الصعيد العالمي وقبل صدور النتائج النهائية كان العديد من القادة والحكومات واثقين ومتحمسين لفكرة إعادة انتخاب ترامب لولاية ثانية خاصة في المجروة بولندا والبرازيل لكن الأمور لم تسر كما هو متوقع نشرت صحيفة الغاردين البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن تفاصيل جديدة كشفها بعض المعتقلين السعوديين الذين احتجزوا في فندق ريدز كارلتون بالرياض وقال مصدر للصحيفة في بداية الاعتقال كان الجميع معصوبي الأعين وتعرض الكل لتقريبا للضرب المبرح كان هناك أشخاص مقيدون إلى الجدران في وضعيات صعبة استمر التعذيب لساعات وكان كل من قام بالتعذيب من السعوديين لقد كان الهدف من ذلك كسر شوكتهم ثم في اليوم التالي وصل المحققون الذين تبينوا أنهم لا يعرفون إلا القليل وكانوا غير متمرسين تحدثت صحيفة هارتس عن رغبة ولي العهد السعودي بتطبيع باكستان لعلاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان شدد على رفض بلاده القاطع قامت علاقات مع تل أبيب وكان خان قال إن واشنطن ودولا صديقة أخرى تضغط على إسلام باد من أجل الاعتراف بإسرائيل رافضا الكشف عن أسماء هذه الدول وتابعت أكد دبلوماسيون باكستاني أن السعودية كانت المصدر الرئيس للضغط مضيفة أن الرياض تريد تطبيع إسلام باد قبل اتخاذ الرياض ذات الخطوة أعزائنا المتابعين الآن نذهب وإياكم إلى فقرة كاتب ومقال والمقال الذي اخترناه لهذا اليوم هو من موقع عربي 21 تحت عنوان هل كان ترامب الأمل الوحيد للوحدة الفلسطينية وكاتب هذا المقال هو الصحفي الفلسطيني محمد أمين الذي يسعدنا أن نرحب به ويسعدنا انضمامه أيضا إلينا في هذه اللحظات عبر سكايب أستاذ محمد أهلا وسهلا فيك معنا أهلا بك أستاذ يحيا شكرا على الصلاة حياك الله بداية برأيكم لماذا لم تنتظر السلطة ريثما يتقلد منصبه جو بايدن هناك في الولايات المتحدة الأمريكية وهل كانت فعلا أو كانت فعلا مسألة الوحدة الفلسطينية مرتبطة ارتباطا كبيرا عفوا عودة التنسيق الأمني مرتبطة بوجود دونالد ترامب في السلطة شكرا أستاذ يحيا على هذه الصلاة لم تنتظر السلطة لأنها مدمنة المدمن لا يستطيع أن يقلع كثيرا عن ما أدمن عليه المدمن على المخدر أو على التدخين أو على الكحول أو على شيء لا يستطيع أن يتوقف كثيرا السلطة مدمنة على التنسيق الأمني ومدمنة على تقديم التنازلات ومدمنة على تقديم كل ما يمكن أن يرضي إسرائيل والواتحة الأمريكية هي أدمنة على التنسيق ست شهور كانت سيد حسين الشيخ جالس في المكتب ويخشى أن يفقد وظيفته نحن اليوم كشعب فلسطيني في الداخل والخارج كل القضية الفلسطينية ثبت من موقف السلطة الفلسطينية الأخير أنها تدور حول أن السيد حسين الشيخ لا يفقد وظيفته في التنسيق الأمني اليوم لا يتم لدى السلطة الفلسطينية وأنا دعني أقول يحيى أن هذه السلطة بهذا القرار للأسف الشديد يؤكد هذا القرار عن أن السلطة هذه ليست أمينة على الشعب الفلسطيني ليست أمينة على قضية اللاجئين ليست أمينة على قضية القدس ليست أمينة على قضية التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية لا يمكن بجرد قلم من ميجر جنرال المدعو كميل والذي قال أن أحسين الشيخ أنه تلقى منه تطمينات أنه يتم شطب كل هذا التوافق الفلسطيني كل شهور طويلة من الحوارات الفلسطينية أضغط إلى التوافق هل كميل جنرال كميل المنسق الأمني هل ضمانته أهم من ضمانة من وقعه على أوسلو في أوسلو كان الشاهد على الاتفاق هو رئيس الولايات التحدة الأمريكية والدول العظمى وهذا اتفاق أوسلو لم يلتزم به أحد هل نحن كشاعر فلسطين ننتظر وارقة من منسق الأمن الإسرائيلي لنقول أنه قدم لنا كل الضمانات وأن نلغي المصالحة وأن نتنازل عن المقدسات وأن نوافق على سمرار الاستيطان هو كان لافتا أن هذه الوعود التي حصلت عليها السلطة الفلسطينية هذه المرة لم تكن من المستوى السياسي في إسرائيل وإنما مجرد مستوى إداري وتنسيقي أيضا لكن كمراقب كيف فهمت التوقيت الذي جاءت فيه خطوة السلطة الفلسطينية وبعيدا عن السياقات الإقليمية والدولية أنت أشرت إلى نقطة مهمة وهي مسألة الالتفاف الفلسطيني حول قضيتهم لا يمكن أستاذ يحيق قراءة هذا القرار إلا في سياق أن السلطة ليست جادة في مسألة المصالحة الوطنية وليست جادة في مسألة يعني إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني السلطة لديها خيار واحد هذا التفسير الوحيد أنه هي السلطة مقتنعة فقط في خيار المفاوضات وهي تريد أن تستمر اللعبة هذه حتى لو استمرت لعشر أو عشرين سنة هم التقفوا في مسألة فاوز بايدن أن هذا سيعيد مرة أخرى الموقف الأمريكي إلى الموقف التقليدي الذي عرفناه خلال العقدين الماضيين وهو العودة إلى خيار الدولتين والمفاوضات المفتوحة دون أجل مسمى هذا يؤكد ويجنل عليه أن السلطة والتي جربت على مدار ثلاثين سنة ونتكلم هنا بمعلومات وليس بعيداً عن العاطفة وحتى هذه اللحظة لم يتحقق أي شيء مما بعد المرحلة الانتفالية ثلاثين سنة من المفاوضات وحركة فتح السلطة هي التي كانت تخوض هذه المفاوضات والتي انتهت إلى الفشل والانسداد واضح جداً أن السلطة ليس لديها خيار آخر خيارها هو المفاوضات من أجل المفاوضات وهذا يعطينا بالمحصلة مؤشر على أننا اليوم تجري هذه العملية عملية التفاوض وعملية تغيير الموقف الفلسطيني من أجل الحفاظ على المصالح أو مصالح الفئة التي تدور في السلطة الفلسطينية وليس من أجل مصالح الشعب الفلسطيني والدليل على ذلك لأنه عندما جاءت رسالة الضمانات الأمنية حتى أقل من المستوى السياسي رسالة الضمانات الأمنية من منسق من جنرال منسق يقوم بدور ميداني وليس له علاقة مستوى السياسي مباشرة السلطة تقفت هذه الورقة وعادت مرة أخرى إلى التفاوض إذن أنا ما أريد أن أقوله أنه اليوم هذا ليس مشروعاً فلسطيني هو مشروع للقائمين على السلطة لا يريد أن يفقدوا المصالح والامتيازات والأموال التي تتدفق للأسف الشديد أنا ما كنت أود أن أكتب هذا المقال لأنني كنت ممن تفائلوا بأن لقاء بيروت رامالله سيؤسس لشراكة فلسطينية وسيعيد القضية مرة أخرى إلى تعريفها الصحيح وهو قضية تحرر وطني ونضال ضد الاحتلال وليس نضال من أجل السلطة والحفاظ عليها لا يجد سلطة في فلسطين حتى يطمع فيها سواء في رامالله من يحكم في رامالله أو في غزة هناك شعب تحت الاحتلال أنا اليوم أسأل ما هي الضمانات فيما يتعلق بوقف الاستيطان ما هي الضمانات فيما يتعلق بالخدس ما هي الضمانات فيما يتعلق بإقامة الدولة الفلسطينية قبل يومين من إعلان حسين الشيخ حول عودة العلاقة مع إسرائيل كان لتنياهو قد وقع عقدا جديدا أو اتفاقا جديدا أو أنضى على اتفاق جديد لمشروع استيطاني يصل القدس عن البطغة وكيل سيد محمد فيما يتعلق بهذا المشروع الاستيطاني بأن الإمارات هي من قامت بتمويله في مدينة القدس المحتلة ومن هذا المنطلق البعض يبرر للسلطة الفلسطينية هذه العودة إلى التنسيق الأمني بأنه تم التضييق عليها اقتصاديا الدول العربية تركتها وحيدة وذهبت إلى التطبيع بل إن بعضهم يمول مشاريع استيطانية على أراضي فلسطينية المحتلة السؤال هنا أستاذ يحيى إذا العرب تنازلوا عن فلسطين وطبعوا مع إسرائيل فنحن نذهب ونبيع مثلهم ونتنازل مثلهم بالعكس الفلسطينيين دائما كانوا رافعة كانوا هم الذين يمنعون هذه الهرورة نحو التطبيع الفلسطيني لو باع كل الدول العربية باعت وطبعت ووقعت مع إسرائيل نحن كفلسطين علينا أن نرفض هذا المسار وأن نتمسك بأرضنا هذه أرضنا الآن لو إيران في الإمارات عرادت أن تحتل الجزر الثلاثة التي تحتلها وأن تأخذ أيضا العاصمة أبوظبي هل الإماراتيين سيوافقون وسيبيعون أرضهم لإيران وسيفسحون العاصمة ليأتوا الإيرانيين ويحتلونها نحن كفلسطينيين لماذا على العرب يقوم العرب بالتنازل عن أرضنا وعلينا أن نصمت ونسكت لماذا علينا أن نوافق على احتلال أكثر من 90% من الأرض الفلسطينية ثم نقول والله إلى العرب يعني والعرب يقولون والله أنتوا هذا هو الحل الواقعي لا يوجد حل لا يمكن أن نحن نتطلق من لحظة راهنة فيها ضعف عربي وضعف فلسطيني ونقر بالواقع عدم القبول بالواقع شيء والإقرار به شيء آخر رقب اثنين أن العرب تاريخيا كانوا يريدون من السلطة أو من الفلسطينيين يقدمون على تنازل من أجل أن يذهبوا نحو إسرائيل نحن نجب أن لا نطهم هذه الورقة وأنا قلت الآن أنه كان هناك قبل تراجع السلطة كان هناك توافق فلسطيني وكان هناك استعداد لأن يتحمل الجميع المسؤولية والسلطة الفلسطينية التي توقفت عن استلام الضرائب ست شهور لم تنهر لأنه في الآخر هي قائمة على جيوب الفلسطينيين ولكن يقال بأن هذا السيد محمد من أجل الحصول على أموال المقاصة التي لم تستلمها منذ تقريبا مايو الماضي ما أحدث عجزا اقتصاديا في الميزانية عند السلطة الفلسطينية متعلقة بالرواتب ومتعلقة بأمور أخرى لكن لأن الوقت ضاق جدا معنا في هذه الحالة مستقبل المصالحة الفلسطينية كيف تهت؟ باختصار شديد انتهت لا يوجد مصالحة الآن انتهت المصالحة وكل ما يجري الحديث عنه في القاهرة أنا بتقريري هو عبث وسبب الرئيسي أن السلطة الفلسطينية وحركة الفتح لم تكن جادة في المصالحة كانت هذه ورقة للضغط على الأمريكان ثم عندما جاء بايدن سنعود مرة أخرى لما كان قبل ذلك وهذا مختلف عن ما قام به ياسر عرفات في عام 2000 ياسر عرفات في عام 2000 رفض التوقيع على كام ديفيد وأطلق شرارة الانتفاضة وكان هناك مقاومة مسلحة هذا لا يجد ولا يطقن ولا يعتقد به الرئيس حمود عباس الرئيس حمود عباس الآن نحن باختصار شديد الذي يجري أن هناك زمرة ضيقة في السلطة الفلسطينية لديها مصالح وبطاقات في آي بي وعلاقات مع إسرائيل ولا تريد أنه تنهار هذه السلطة هم يدافعون عن مصالحهم ولا يدافعون عن الشعب الفلسطيني وهذه الزمرة القليلة يجب أنه يتم إما عزلها تماما أو خلاص الولوج إلى مشروع آخر يقفز عن هؤلاء الذين افتهنوا لإسرائيل والتنسيق الأمنية والسلطة هذه السلطة ليست في مصلحة شعب الفلسطيني هذه السلطة في مصلحة في آي بي عدد من الأشخاص يعدوا على صابع اليد الواحدة أو الاثنتين وعليهم أن يرحلوا عنه وأن يتركوا الشعب الفلسطيني يخوضوا مشروعه التحريري لا أعرف إن كان بالإمكان أن نصلي من أجل أن تحصل معجزة بإعادة دونالد ترامب إلى الرئاسة على أن تحصل معجزة في فلسطين بتحقيق المصالح الفلسطينية شكرا لك الصحفي الفلسطيني نعم التحصل معجزة تأخذ دونالد ترامب وكل المطبعين والمتصهينين معهم مرة وتان واحدة شكرا لك محمد أمين الصحفي الفلسطيني كنت معنا عبر سكايب حبوا بكم والآن نتحول إلى عنوين الصحافة العربية ولكن قبل ذلك اسمحوا لي أن أرحب بانضمام ضيفنا معنا هنا في الستوديو الصحفي محمد الكبيسي محمد أهلا وسهلا فيك أحبا معنا ولدينا عدد من العنوين الظاهرة معنا على الشاشة ثلاث عنوين من الصحافة العربية وسنختم مع حضرتك بعنوان من الصحافة العبرية أبدأ من صحيفة الأيام الفلسطينية التي عنونت ونقلت عن الرئيس محمد عباس قوله إنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية عبر الانتخابات خيار استراتيجي لا رجعة عنه ما هي السياقات هذا التصريح من الرئيس عباس يعني بداية تحيطي بلك والمشاهدين الكرام ربما محاولة من الرئيس الفلسطيني محمد عباس بتبيان بأنه الانقسام يجب أن ينتهي والشراكة الوطنية يجب أن تتم بعد مقاطعة لستة أشهر مع الاحتلال الإسرائيلي الآن يعودوا باتفاق أمني جديد هذا الاتفاق الأمني يسبب مشاكل مع الفصائل الأخرى وهذا الاتفاق الأمني ربما سيجعل الاحتلال الأمريكي يبني ما يقرب من 1200 مستوطنة جديدة وحدة بناء جديدة هذا الشيء ربما دفع بالفصائل الأخرى المفروض تتم معها الشراكة الوطنية بالتوقف عند هذه النقطة الكثير يقول بأن أبو مازن هو يحاول فقط كان خلال الأشهر الماضية أن يصل إلى الانتخابات الأمريكية ويرى من يفوز كان يحاول أن يلعب بهذه الطريقة فإذا كان دونالد ترامب قد فاز ربما يتمر بالتأكيد بطريقة معينة وإذا كان بايدن قد فاز سيحصل على مكاسب أخرى أهم تلك المكاسب هي عودة المساعدات الأمريكية ما يقرب من 500 إلى 700 مليون دولار بالشهر كان قطعها ترامب على السلطة الفلسطينية هناك من يقول بأن هذه الطريقة كان الرئيس الفلسطيني يحاول عندما أن يفاوض الاحتلال الإسرائيلي يندفع باتجاه حماس لأنه يعلم بأنها قوة بالنسبة له أمام الاحتلال الإسرائيلي وعندما يجد نفسه قد انتهى من المفاوضات مع الاحتلال ينسحب من اتفاقه مع حماس وهكذا إذا ما كان الحوار المفروض الذي تم بعد اجتماعات بإسطنبول والدوحة ودمشق وآخرها بمصر بالتأكيد الكل يتحدث عن أن هذا الانقسام أو أفواً الاتفاقات قد انتهت بتوقيع أو الاتفاق مع محمود عباس طيب اسمحي محمد أتحول أيضا إلى عنوان آخر وصحيفة أخرى من الشأن الفلسطيني إلى الشأن الليبي صحيفة الشرق الأوسط تفاؤل أممي بفرصة سلام نادرة على حد وصف الصحيفة في ليبيا ما الذي يدعو إلى هذا التفاؤل؟ يعني التفاؤل هو ليس نابع إلا من شخص مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا هي من قالت بأن هناك تفاؤل أمم بهذا الموضوع عندما وضعت إحاطتها أمام مجلس الأمن استفاني وليامس قالت بأن هذه الفرصة يجب أن لا تفوت لأن الاتفاق المستمر منذ فترة والتفاهم بين الجنرال حفتر وكذلك حكومة الوفاق الليبية باستمرار هذا الاتفاق أعطانا فرصة أكبر نحن كبعثة أمم المتحدة أن نصل إلى حوار سياسي وستراتيجي بين القوى المتصارعة وربما هذا الحوار سيكون بالنهاية فيه ضوء أمل بالنسبة للليبيين بأن ينتخبوا حكومة في الرابع والعشرين من ديسمبر السنة القادمة هذه الحكومة ربما إذا بقى الاتفاق بين الأطراف الليبية على هذا الحوار وتقديم التنازلات ربما ستؤدي إلى حكومة مشروعة على ضوء الاتفاق الذي حصل في تونس بين الطرفين وحصل كذلك مؤخرا في المغرب بعض الجولات التي سبقت أيضا تونس ولكن التفاؤل يبدو أنه مقتصر فقط على الأمم المتحدة وليس على أحد من الليبيين تحديدا نترك صحيفة الشرق الأوسط ونذهب إلى عنواننا الثالث وهو من صحيفة الجريدة الكويتية دعوات لبايدن للتحاور مع الخليج حول إيران ما طبيعة هذا الحوار التي جاءت من خلال الدعوات ومن الذي يدعو تحديدا يعني الدعوات حقيقة جاءت من البحرين والسعودية هي التي أطلقت الدعوات على رأس من دعا هو وزير الخارجي البحريني عبداللطيف الزياني عندما كان في زيارة إلى الاحتلال الإسرائيلي قال بأن هذه الدعوات لبايدن يجب أن تتم بطريقة أفضل من السابق يعني ليس فقط أن نعود للتفاهم مع إيران يقصد أمريكا حول الاتفاق النووي فقط وحول مصالح أمريكا يجب أن تعرف أمريكا بأنه كما سماهم شركاء أمريكا في المنطقة هؤلاء الشركاء لديهم رأي مهم يقدموه يعني يجب أن يوقفوا كما وصفها زعرنة إيران في المنطقة والأسلحة الباليستية التي تنتجها إيران بالإضافة إلى هذه التصريحات هو طبعا تحدث عن هذا الموضوع لإحدى الصحف عندما ذهب في زيارة لإسرائيل في محاولة التطبيع بشكل أكبر ذكر بأن الموضوع هو يخص حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط هذا التخوف أيضا كان نابع من رئيس الاستخبارات السعودي اللي هو تركي الفيصل وقال بأنه يجب أن تعلم أمريكا بأنه الآن شركاء في الشرق الأوسط متخوفون من تمدد إيران بشكل أكبر لا يقتصر الموضوع على أسلاح المفادي أما إيران باختصار ربما إذا كان وقتك ربما قصير إيران تقول بأنه نحن لا نعلم بايدن ماذا يريد إلى الآن يعني لكن إيران ردها لن يقتصر فقط على حدودها الجغرافية بل تعتبر إيران أن منطقة الخليج العربي هي منطقة صراع بالنسبة لها تضرب مصالح أمريكا في تلك الموضوع والكل يريد أن يضمن بايدن خاصة وأنه كان ضمن حقبة أوباما وهو جزء من الاتفاق النووي الذي انسحب منه دونالد ترامب ما بعد ذلك اسمح لي محمد فقط أن نتوقف عند هذه الجولة من الأخبار المنوعة ومن ثم نعود في أخبارنا المنوعة لهذا اليوم نقرأ مسؤول سيرلانكي يأكل سمكة نيئة على الهواء هل تطلب ميلانيا الطلاق بعد خسارة ترامب في الانتخابات؟ انتر ميلان يهنئ المغرب بعيد الاستقلال ويغرد نحبكم بزاف فجأ سياسي مسؤول سيرلانكي سابق المشاهدين بتناوله سمكة نيئة خلال ظهوره في مؤتمر صحفي البرلماني ديليب ويراتشي وزير الثروة السمكية السابق أبدى امتعاضه من ركود سوق الأسماك في بلاده وقام بالامساك بسمكة نيئة صغيرة وقضمها لإثبات أن السمكة السيرلانكي ذو جودة عالية وأضاف لا تخاف لن يصاب أحد بفيروس كورونا وذلك على إثر تقارير حذرت من أن التجارة والصيادين سجلت بينهم نسب إصابة مرتفعة ما يعني أن الأسماك أو الأكياس التي تعبأ بها قد تكون حاملة للفيروس نشر موقع ماري كلير بنسخته الروسية تقريرا تحدث فيه عن الشائعات التي انتشرت حول اعتزام ميلانيا ترامب الانفصال عن زوجها بعد خسارته في الانتخابات وقال الموقع أن مساعدة ترامب السابقة أوماروسا نيومان كشفت في كتابها المعتوه أن ترامب سيعمل على ترحيل ميلانيا في حال طلبة الطلاقة وكشفت أن ميلانيا تعد الدقائق في انتظار الخروج من البيت الأبيض لأجل الطلاق لخشيتها قبل ذلك من معاقبة ترامب لكن المتحدثة باسم ميلانيا نفت صحة الأقوال التي نشرت في الكتاب استغل النادي انتر ميلان الإيطالي احتفال الشعب المغربي بعيد الاستقلال الذي يوافق الثامن عشر من نوفمبر من أجل تقديم تهنئته وسارع نادي انتر ميلان لتعبير عن حبه للشعب المغربي مقدما لهم أجمل التمنيات ونشر الحساب الرسمي للنادي على تويتر صورة لنجمه المغربي أشرف حكيمي وعليها عبارة عيد استقلال المغرب ووجه الانتر رسالة للمغاربة جاء فيها من الجميع في انتر إلى الشعب المغربي الحبيب نرسل لكم أطيب التهاني ونتمنى لكم أجمل التمنيات في احتفالكم بعيد الاستقلال نحبكم بزاف الآن إلى الصحافة العبرية وصحيفة إسرائيل اليوم التي عنونت وكتبت أربعة دوافع لهجوم الاحتلال على سوريا إحداها تتعلق ببايدن ما هي هذه الدوافع محمد؟ هذه الدوافع التي تحدثت عن هذه الصحيفة العبرية هي كانت بعد الضربة التي حصلت قبل يومين أو ثلاثة بأن الأول الدافع الأول هو بعدما عثرت في الجولان على مساحة كبيرة من العبوات الناسفة ومشطة المنطقة وقالت على ما جاء بالاحتفال بأننا لن نسكت لا تتوقعوا أن هناك تهاون من قبلنا حتى لو كانت مساحة صغيرة الدافع الثاني هو موجه للرئيس السوري بشكل مباشر بشار الأسد بسبب ما قالت الصحيفة أنه قد أعطى مساحة واسعة للإيرانيين للتحرك بسهولة وللميليشيات الإيرانية أن تتحرك بسهولة في سوريا أما الدافع الثالث هو موجه لحزب الله بالتحديد بأنه إسرائيل كما تقول الاحتلال الإسرائيلي بأن الحزب حاول مرتين أن يعمل هجوم أو يشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي لكنه فشل بعد مقتل عنصر له في ضربة مطار دمشق أما الرابع الذي هو متعلق ببايدن فهي رسالة لحلفاء إيران بأنه لا تتوقعوا بأن بايدن قد جاء إلى السلطة وربما قد يخفف التوتر بين إيران وباقي المناطق لا سنبقى على استعداد لأي عمل محتمل ونحن جاهزون لا كلها تبريرات تستطيع إسرائيل أن تخلق ألف ذريعة لأجل أن تضرب في الأراضي السورية الموضوع ليس جديد ولا تحتاج أحيانا إلا ذرائع كما يقول السوريون شكرا جزيلا لك الصحفي محمد الكريسي على حضورك معنا دعونا مشاهدين الآن نتوقف وإياكم عند هذا التقرير وفيه آخر المعلومات المتعلقة بفيروس كورونا دراسة مضادات كورونا تتراجع أسرع عند الرجال مقارنة بالنساء أظهرت دراسة أن مستويات الأجسام المضادة لفيروس كورونا في أجسام الرجال تنخفض بصورة أسرع مقارنة بالنساء ولفتت صحيفة الجارديان إلى أن أبحاث أخرى أشارت إلى وجود اختلافات بين النساء والرجال في طريقة الإصابة ومواجهة الفيروس بالجسم ومنها زيادة احتمالية الإصابة لدى النساء في المقابل ترتفع احتمالية الوفاة للرجال بمقدار الضعف وأوضحت أنه إذا انخفضت الأجسام المضادة بدرجة أكبر لدى الذكور المقارنة بالإناث بعد التطعيم فقد يعني ذلك أن الذكور بحاجة إلى جرعة أخرى من اللقاح للحفاظ على المناعة يونيساف تحذر جيل كامل من الأطفال مهدد بسبب كورونا حذرت منظمة اليونيساف من عواقب كبيرة على الأطفال مع اقتراب دخول جائحة كورونا عامها الثاني وقالت المنظمة إن الأعراض بين الأطفال لا تزال خفيفة لكن العدوى تواصل الارتفاع والتأثير طويل المدى على التعليم والتغذية والرفاهية للجيل كامل من الأطفال والشباب وهو ما يمكن أن يغير حياتهم وقالت المديرة التنفيذية لليونيساف هنري تافور إن تعطل الخدمات الرئيسة ومعدلات الفقر المرتفعة يشكلان أكبر تهديد للأطفال فكلما طال أمد الأزمة زادت تأثيرها على تعليم الأطفال وصحتهم وتغذيتهم ورفاههم الآن مشاهدين إلى آخر محطاتنا في جولة الصحافة لهذا اليوم وهي من الصحافة الإلكترونية أبدأ من قراءة العنوين الرئيسية في موقع الجزيرة نتا الذي كتب إعادة الفرز في جورجيا تثبت فوز بايدن وترامب يستدعي المشرعين الجمهوريين في ميشيغان ونقلا عن واشنطن بوست خطة من ثماني نقاط لترامب لمغادرة البيت الأبيض والعودة في انتخابات 2024 وقبيل مغادرته البيت الأبيض لماذا قرر ترامب تخفيض قوات بلاده في العراق وأفغانستان ويتساءل الموقع ما هو نظام دومينيون الانتخابي الذي ينتقده ترامب ويصفه بالبشع في عنوين أخرى على موقع الجزيرة نت أيضا ماذا لدينا لأن الموقع يركز كثيرا على مسألة الانتخابات الأمريكية ولكنه يركز أيضا على قضايا أخرى مهمة حيث تواصلت مع سماسر يهود الإمارات تبحث عن عقارات فخمة لسفارتها في إسرائيل دعونا نترك موقع الجزيرة نت ونتحول إلى قراءة العنوين في موقع الخليج الجديد الذي كتب اتفاق تعاون واسع لاتحاد الإماراتية تنصهر في العالي الإسرائيلية بعد التطبيع ومن العنوين الموجودة على موقع الخليج الجديد أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي يسعون لمنع بيع أسلحة للإمارات قيمتها 23 مليار دولار السعودية تستعد لقمة مجموعة العشرين وسط تحديات اقتصادية هائلة كيف ستحاول إسرائيل التأثير في سياسة بايدن تجاه الشرق الأوسط يتساءل الموقع أيضا من موقع الخليج الجديد الذي يتساءل هل يشعل ترامب حربا ضد إيران خلال الأسبوع المقبلة نتحول من الموقع إلى موقع آخر ألا وهو عربي 21 الموقع في عنوينه الرئيسية وأول عنوان يظهر معنا لماذا تتشدد السلطة بمصلحة حماس وتتساهل مع الاحتلال الإسرائيلي عنوان آخر يقول أمريكا تشارع منتجات مستوطنات الضفة وسط تنديد فلسطيني وأيضا تأكد فوز بايدن في إعادة فرز الأصوات بولاية جورجيا وليبيا تطالب بمنح البعثة الأممية تفويضا لدعم الانتخابات وأقوى الحرية والتغيير تحدد موعدا نهائيا لتشكيل برلمان السودان وأوباما يكشف تفاصيل مكالمة مع محمد بن زايد إبان ثورة مصر الجيش الأذري يدخل أقدام أول منطقة يسلمها الأرمن تفاصيل جديدة عن عملية التطهير في فندق ريتس بأرياض وأيضا ما صحة الشائعات عن الأثار الجانبية للوقاح فيروس كورونا نترك موقع عربي 21 ونتحول إلى آخر ما لدينا وهو بي بي سي عربي بايدن إنكار الترامب للنتائج يبعث رسالة مروعة للعالم وأيضا يكتب الموقع عن خمسة أسباب وراء فوز جو بايدن ولماذا ينتاب القلق الأوساط الاستخبارية الأمريكية في المرحلة الانتقالية بين ترامب وبايدن وبماذا وصف أوباما بوتين وأردوغان وزعماء آخرين في مذكراته أيضا عقار لالتهاب المفاصل قد يعالج الحالات الحادة لكوفيد 19 وكيف يعود الإنسان إلى الماضي ولكن هنا المفارقة أنه يقول الموقع بأنفه نتوقف عند هذه العنوين مشاهدين من موقع بي بي سي عربي ونشكركم أيضا على متابعتنا في جولة الصحافة لهذا اليوم هذه أطيب المنى في أمان الله ترجمة نانسي قنقر